بالنسبة للموضوعات المتبقية التي سأتناولها فيما بقي من هذا البرنامج البرنامج طويل هذا طويل وطويل جدا بقيت لدينا موضوعات لا بد أن أتناولها كل موضوع في مجموعة من الحلقات هذا ما عليه نيتي هل سأوفق لذلك هل سأتمكن هل ستساعدني الظروف الشخصية الصحية لا أدري لكن هذا هو الذي يدور في ذهني يدور في نيتي إعادة قراءة الحسين وفقا لمذاق الحجة بن الحسن صلوات الله عليه وهذا موضوع مفصل تأريخ حديث أهل البيت كيف تم تدوينه كيف وصل إلينا ما يرتبط بتأريخ حديث محمد وآل محمد هذا الموضوع بالغ الأهمية إلى أقصى الحدود لا أستطيع أن أحدثكم بلغة هذه كي أبين لكم أهمية هذا الموضوع هذا الموضوع بالغ الأهمية جدا جدا قطعا سيكون هذا الموضوع في مجموعة حلقات خاصة به كتاب سليم كتاب السقيفة كتاب ظلامة فاطمة صلوات الله عليها مجموعة حلقات سأتناول فيها هذا الكتاب الذي فضح سقيفة بني ساعدة تفسير إمامنا الحسن العسكري سيد تفاسير آل علي مجموعة حلقات بخصوصه هذا الكتاب الذي فضح سقيفة بني مرجعية ومن هنا يحاربونه أشد الحرب حينما أقول فضح سقيفة بني مرجعية هو لم يكن قد ألف بعد زمانها هذا الكتاب مؤلف قبل زمانها يخبرنا عن قادم الأيام عن فضائحي وعوراتي سقيفة بني مرجعية بني نجف بني طوسي الموضوع الأخير هو منهج التفسير العلوي هذا المنهج الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير فعلا هذه الموضوعات التي في نية أن أتناولها فيما بقي من هذا البرنامج هل سأوفق هل سأنجح هل تجري الأمور بأسبابها ذلك أمر موكول علمه إلى الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أتمنى أن أكون في خدمتكم كي أكمل ما بدأته في هذا الملف الكبير ملف الكتاب والعتر والذي قلت عنه منذ سنين إنه ملف حياتي والخاتمة كما تعلمون الجزء الرابع بعد الأجزاء الثلاثة المتقدمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترى أسألكم الدعاء في أن أوفق لذلك نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر